الله يا الواحد فرحان والله يا الواحد على قد ما كان مضغوط النهاردة كلنا كنا مضغوطين وإحنا منفرج عن المباراة الواحد كمية توطر مش طبعية مش هادر عايز المباراة تخلص كان نفس المباراة تبدأ بعد ما بدأت نفسي تخلص ضغط عصبي ونفسي مش طبيعي بالمناسبة الضغط العصبي والنفس اللي عليك وعلي وعلينا كلنا كمصريين وإحنا عايزين نشوف منتخابنا إن شاء الله كسبان ووصل لكاس العالم تخيل بقى عشرات الأضعاف ضغط على اللاعبين والمدرب فأي لمسة شايفها غلط تخيل ده الضغط اللي عليه عامل إزاي أي موقف دفاعي كان غلط أو موقف هجومي من السليم تخيل الضغط اللي عليه إزاي ضغط ضغط كبير قوي خاصة إنت كمين بتلعب مع منتخب قوي جدا إحنا قدام الكونغو التصفات اللي فاتت بنلعب وإحنا مضغوطين جدا وبنلعب قدام الكونغو بالمقارنة طبعا بالمنتخب السنغالي لا شيء إنت النهارة تلعب مع منتخب قوي وعليك نفس الضغط واكتر شويتين تلاتة طيب تعالوا نشوف ردود أفعال الناس في الشارع المصري بعد فرحة الفوزي النهاردة الناس مبسوطة عيونها جاي شايف عيون الناس مبسوطة فرحانة مرتاحة شوية هدية شوية لسه فاضل خطوة وخطوة كبيرة جدا في دكار في السنغال بس دينا خدنا خطوة لقدام خدنا خطوة تقربنا الكاس العالم تعالوا يعني نشوف ردود أفعال الشارع المصري في القاهرة والجيزة تحديدا مع مرسلنا الأعزاء كريم بيبرز من القاهرة ومحمود جميل من الجيزة صباح الخير يا كريم صباح الخير يا محمود ومليون مبروك كريم قلنا إيه الأخبار عندك عشان نسمع الناس مبسوطة اليوم مبروك طبعا ليه الشعب المصري وليه المنتخب المصري يمكن مباراة فعلا كتعصيبة النهاردة الحقيقة أنه المنتخب المصري يعني إحنا شفنا يعني بنفسنا قد إيه هم لعبوا برجولة قد إيه هم لعبوا بروح كان فيه قلق كبير جدا من الشارع كان فيه قلق كبير جدا من الجمهور أنه استنغال فريق قوي جدا وسود الديرانجة يعني دايما ليهم بصمتهم خصوصا في الفترة دي ولكن الحقيقة كمان التواجد الجماهيري في الاستاذ النهاردة كمان التواجد الجماهيري في كل المقاهي يمكن في النوادي أنه النهاردة في نادي النصر في مصر الجديدة كان فيه إقبال من العائلات من الشباب من الأطفال فعلا كان النهاردة كلهم متحفزين جدا عندهم سقف التفاؤل كان عالي جدا جدا كان عندهم امال كبيرة جدا جدا يمكن كان عندهم امال انه النتيجة ما تبقاش واحد بس لا كمان تبقى اثنين وثلاثة كان عندهم كمان طبوحات كبيرة جدا في اللعب الكبير محمد صلاح ولكن زي ما هو قال وزي ما كلنا لازم نكون عارفين احنا بنشجع المنتخب كله حقيقي النهاردة المنتخب كان على قلب رجل واحد يمكن يعني المنتخب في الدقايق الاولانية بالفعل الضغط الكبير ومع حافز الجماهير ومع الحماس قدر ان هو يحط الهدف الاول عن طريق محمد صلاح وكان اكيد الهدف بشكل معاكس من فريق السنغال ولكن بعد كده زي ما احنا تابعنا مع بعض المتش كان يعني فيه ضغط كبير من المنتخب السنغالي اكيد ده اتنقل للجماهير وشفناه معاهم كان فيه قلق كان فيه تفاطر كان فيه شدة اعصاب لكن كل فترة كده كان مع كل هجمة او خطفة بيخطفها المنتخب المصري وصولا لي حارس المرمى دي طبعا كنا بنلاقي ردود افعال كبيرة جدا حماس كبير جدا من الناس الشباب كانوا قلقانين لكن مع الهدف الاول زاد حماسهم زاد تفاولهم قالوا لأ احنا واضح ان احنا نقدر نعمل اكتر من كده كمان التاريخ يمكن دايما المنتخب مصري بلعب بتاريخه اكتر وكمان بلعبته المراد الناس بعد الهدف الاول فعلا كانوا متحمسين جدا وكانوا متتظرين هدف تاني وتالت طبعا دي نتيجة بالنسبة للناس لما تكلمت معاهم طبعا ما بين الشوطين وتكلمت كمان معاهم بعد المباراة طبعا تفرحة كبيرة جدا جدا الناس مبسوطة جدا في الشارع الناس مش مصدقة الحقيقة يعني قالوا ان الماتش ممكن يخلص بالتعادل مثلا يعني لو قدرنا نجيب هدف في ناس على الناحية التانية قالوا لا الجمهور هيساعد وهنجيب هدفين وتلاتة واربعة لكن في كل الاحوال كانت نتيجة مطمئنة بشكل او باخر للجمهور وعندهم امل كبير يوم التلاتة القادم ان احنا نعمل مطش احسن في الناس بتقول ان احنا نعمل مطش كمان احسن من كده لكن اكيد كان فيه بسا ان شوط الاول كان فيه تعليقات كتير من الجمهور على عمر جابر قد ايه هو كان من وجهة نظرهم يعني حسوا انه لا محتاج يشتغل اكتر حسوا ان الجابعة بتاعتكم الضعيفة شوية الحقيقة انه في الشوط التاني كان فيه ضغط كبير جدا من السنغال الناس العكس اشادت باداء عمر جابر فاذا حتى يعني كان فيه دقاش حول لعيبة بعينها لكن كل اللعيبة النهاردة اشادوا بيهم الحقيقة واشادوا باداءهم في البلعب وكمان كان عندهم طموحات كبيرة لما لقوا بداية التشكيل اللي كان دايما كيروش بفاجئنا كان متعودين دايما التشكيل بداية بين مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح فاجئنا وتريزي جيه النهاردة ابتدى به فده ادى كمان تفاقل للناس كان عندهم امل انه يعني تاريخ مصر في الفين وتمنتاشر لما قدرنا نتصعد لكاس العالم عن طريق برضو تريزي جيه محمد صلاح الحية فقالوا يمكن دي علامة معينة وفعلا النهاردة كان الهدف الاول لمحمد صلاح واول بصمة لمنتخب المصر للتأهل لكاس العالم في قطر الفين اتنين وعشرين الفرحة كانت مالية النادي ومالية الشوارع وان شاء الله تكمل على خير ان شاء الله يوم التلاتة الجاي ان شاء الله كريم بيبرز من القائرة انا بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك بعد هذه المواجهة الكبيرة الزميل عزيز محمود جميل يقول لنا اجواء وكواليس ما بعد هذه المباراة من جماهير الكرة المصرية فضل يا محمود اهلا بك كريم وبكل مشاهدي ومتابعي بردامج رقم عشرة مليون مبروك لكل المصريين فرحة كبيرة النهاردة يعني عشها الجمهور المصري بعد فوز منتخب مصر على السنجال بهدف لنجمنا الكبير محمد صلاح الحقيقة حالة القلق اللي كانت موجودة لدى الجماهير في بداية المباراة تحولت لفرحة كبيرة جدا طبعا بعد انتهاء المباراة في البداية عايزة اقول لك ان الجماهير المصرية النهاردة كانت بتساند المنتخب المصري في كل مكان موجود سواء هنا في الجيزة او حتى في القاهرة استاد القاهرة وان كان قد يعني امطلق بالجماهير الاماكن كمان الخارجية والنوادي والاهاوي كلها كانت موجودة بتشجع المنتخب المصري وكل الفئات كانت موجودة الحقيقة النهاردة يعني احنا كنا في المركز الولمبي في المعادي عفوا كان موجود فيه طبعا فئات كتير جدا من السيدات والشباب والبنات والرجال كبار السن فطبعا كان فيه مؤسرة جديدة جدا كانت روح التفاؤل بدأت باول طبعا الدقاية الاولى من الشوت الاول خاصة بعد ما محمد صلاح احرز الهدف الاول عفوا بعد ما محمد صلاح طبعا احرز الهدف الاول كله بقى عنده طبعا جرع التفاؤل كبيرة جدا انه يعني ان شاء الله هنحقق فوز كبير جدا بعد طبعا ما احرز محمد صلاح الهدف بقى كله بقى بيتمنى ان الشوت الاول طبعا ينتهي بهدف اخر لكن يعني الحمد كنت بتشجع عجبا شكلك انت اللي كنت بتكود الجماهير بدون تسجيل اي اهداف لمنتخب السنغال وبدأوا طبعا التشجيع يستمر في الشود التاني دي حقيقة والله يا كابتن كريم يعني الحقيقة احنا نفسنا يعني كمرسلين كنا قاعدين بنشجع بروح كبيرة جدا مع الجماهير وعايز اقولك انه خاصة بعد كمان الهدف بتاع صلاح بدأنا نشجع بكل قوة وبكل روح عندنا علشان كان نفسنا كمان والجماهير كان نفسها طبعا ان احنا نحقق كمان هدف تاني خاصة في الشود التاني ان كان فيه بعض الفرص القوية المنتخب السنغال فكنا القانين شوية والجماهير كانت القانا وكانت بتتمنى كمان ان قبل انتهاء الشود التاني ان احنا نقدر ان نحنا نسجل ولو حتى هدف كمان لكن الحمد لله طبعا يعني بنهن كل المصريين النهاردة بالفوز الجماهير كانت موجودة يمكن أشادت طبعاً بمحمد صلاح وطبعاً على رغم أنهما بيقولوا أن الماتش الجاي إن شاء الله هيكون صعبة أكيد لكن إن شاء الله كلهم عندهم ثقة في المنتخب المصري أنه هو يقدر يفرحنا تاني ونرجع طبعاً لأجواء 2018 ونرجع لأجواء 2006 لما يعني كسبنا طبعاً استنغال بهدفين مقابل هدف فبالتالي الفرصة موجودة إن شاء الله أن احنا نفرح تاني يوم الثلاث فكان أجمل حاجة في اليوم النهاردة هي الجماهير سواء في السادة القاهرة أو حتى الجماهير اللي احنا كنا بنشوفها في الشوارع بعد ما المباراة انتهت على طول كانت طبعاً السيارات اللي بتمر في الشوارع الناس حقيقة مبسوطة والناس فرحانة أن المنتخب المصري قدر يحقق فوز النهاردة على الرغم أن هما كانوا منتظرين طبعاً أنه هو يحقق أهداف أكتر من كده لكن طبعاً هما مبسوطين أن المباراة انتهت طبعاً بفوز المنتخب المصري وبيؤكدوا على أن هما مستمرين في تشجيع ومؤاذرة ومساندة طبعاً المنتخب المصري في المباراة القادمة محمود جميل زمان العزيز من البيزة أنا بشكرك شكراً جزيلاً والشكر موصول أيضاً لزمان العزيز كاريم بيبرز من الكاهرة وردود أفعال الجماهير بعد فوز منتخبنا الوطني على المنتخب السنغالي نقطة مهمة جداً النهاردة من الصبح الأعلام والناس اللي بتبيع الأعلام في الشارع الناس كلها بتشتري أعلام الناس كلها حطة على عربيتها أعلام مصر الناس كلها حطة على بيوتها أعلام مصر الناس النهاردة كلها بتقول السلام الوطني ولعبة منتخب مصري بيقولوه قبل مباراة السنغال الفرحة حلوة الفرحة حلوة ومفيش بعد الفرحة أي كلام يتقال